اي شخص عنده هاي الجاكت الحمراء اعرف انه حسابه من اوائل الحسابات اللي انعملت داخل لعبة فري فاير صعب جدا في الوقت الحالي انك تلقى حساب موجود فيه النجوم تبع فري فاير اني جيت اليوم رأفرجي لكم فكرة اسطورية جدا راح نستعرض حسابي في سنة 2024 كيف صار شكل لانه اخر مرة سويت استعراض حساب كان قبل اكثر من سنتين يعني حسابي تغيرت فيه كثير اشياء مهمة جدا اذا كنتم متحمسين لا تنسوا انكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناة بدي هذا المقطع ضروري جدا انه يوصل لعشرة الاف لايك باول ساعتين لا تنسوا انكم تكتبوا لي بالتعليقات تقييمكم لحسابي من عشرة وليست جو يلا نبدأ ليست جو اسطير الحين راح نبلش باستعراض الحساب تبع الصحراوي في سنة 2024 ما ادري من وين راح ابدأ في هذا الحساب حرفيا لانه كلياتكم بتعرفوا انه حسابي الصحراوي داخل في الشراكة منذ اكثر من ثلاث سنين فيك تقول من ثلاث سنوات وانا داخل في شراكة قارين صرفت كثير جواهر وحرقت كثير جواهر في حسابي لكن الحين عندي في حسابي 627 الف جوهر طبعا يا شباب هذا رقم كبير جدا لكن كثير جواهر انا اوزعها في البث المباشر عن المتابعين وفي احيانا اسوي فيديوهات تخريب الحساب واحرق 300 الف جوهر لمعلوماتكم يا شباب مشان تعرفوا انه انا دائما احيانا دائما دائما احيانا اخرب الجواهر الموجودة في حسابي لدرجة انه تخيلوا يا اسطير انه عندي شوفوا يا شباب 174 بطاقة تغيير الاسم وكلية اشتريتها بدون تخفيض كلية اشتريتهم تقريبا بمئة الف جوهر طبعا انا نزلت فيديو قبل سنتين تقريبا تخريب حسابي خربت مئة الف جوهر خلينا يا شباب من التخريب المهم عندي 627 الف جوهر رح اخليهم يتجمعوا لهيكي اسطير رح تلاحظوا انه ما عندي كل السكنات الجديدة اللي نزلت فيه سنة 2023 لكن ان شاء الله هالسنة القادمة رح نجمع السكنات اكبر لانه هاي الفكرة رح نسويها تقريبا كل سنة طبعا يا اسطير بدون ما نكثر حديث لست جو اول شي رح نبدأ بالبروفايل اوكي اسطير بالنسبة للبروفايل انا عندي 521 الف لاي انا متقريبا انا اكثر يوتيوبر عربي واكثر حساب في ميدل ايست يعني في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عنده 521 الف لاي فيه اشخاص عندهم اقل مني بشوي لكن انا اعتبر رقم واحد في عدد اللايكات هذا الفضل كله يرجع لكم يا اسطير لهيك كلياتكم يا شباب ادخلوا الى هذا الايدي 24.01.40.84.2 كلياتكم حطوا لايك اذا تحبوا الصحراوي اسطورة العالم حطوا لايك الى حساب خلونا من موضوع اللايكات انا حسابي الليفل تبعه 79 ليش لانه انا بالفترة الاخيرة ما العب كثير تقريبا احصائياتي بهاي السنة تبع 23 يعني عام 2023 تقريبا يا شباب مئة يوم ما فتحت اللعبة ابدا يعني راح تلاحظوا انه الليفل تبعي منخفضة شوي 79 حلوة لكن ليست اسطورية بس ادز اوكي يا شباب ما يهمنا الليفل المهم لو تلاحظوا الحين هون اللقب انا حط خمس سنوات حسابي في لعبة فري فاير عمره اكثر من خمس سنوات تقريبا ست سنوات لما اقول لك تقريبا ست سنوات انا قاعد احكي على هاي الحساب تخيلوا من سنة 2018 يعني بداية 2018 تقريبا هذا الحساب من سنة 2017 اول ما انخلقت لعبة فري فاير اوكي يعني اول ما وجدت لعبة فري فاير انفتح هذا الحساب حساب الصحراوي اسطورة العالم لمعلوماتكم يا اسطير هذا الحساب انا اصلا اشتريته قبل ثلاث سنوات تقريبا لهيك راح تشوفوا التغييرات اللي سويتها على هذا الحساب لانه انا اشتريته قبل ما ادخل الشراكة ابدا طبعا يا اسطير خلونا من موضوع الحساب والشراء خلونا نركز على الاعداد والارقام الموجودة بالحساب لو تلاحظوا انا عندي كل البويا باس معده هاد البويا باس الاول والثاني والثالث كنت مهمة للعبة كثير وما كنت اشتغل على اللعبة لهيك راح تلاحظوا انه انا مو مكمل البدجات تبع البويا باس اوكي شباب لو تلاحظوا نظرة عامة حسابي لو نشوف هيك بطر رويل المصار الميهانيلي بطر رويل شباب حسابي لعب تقريبا فيك تقول تقريبا خمسة وعشرين الف مباراة داخل لعبة فري فاير الى حد الاندي مجموع كلات بين السكواد والسولو وكلياتهم تقريبا خمسين الف كيل تخيروا شباب رقم يعني اسطوري جدا لو تلاحظوا رقم خيالي خمسين الف كيل طبعا يا صدير خلونا من موضوع الحساب راح نروح للاشياء الحلوة واللديدة لو تلاحظوا حسابي فيه كل الشخصيات الموجودة في لعبة فري فاير اصلا كل الشخصيات صارت سهلة في لعبة فري فاير انك تحصل عليها واغلبيتها صارت مجانية لكن حسابي حتى لو ما كانت مجانية راح يكون فيه كل الشخصيات الموجودة في لعبة فري فاير لانه انا احب اني اجرب كل الشخصيات طبعا اصطير حسابي هاد فيه نقطة ضعف اي حساب في لعبة فري فاير اذا كان حتى اقوى حساب موجود في سيرفر تبعنا دائما تكون فيه نقطة ضعف حسابي نقطة ضعف تبعه هي الحيوانات الأليفة رح تقول لي صحراوي هذا الشيء يعني بسيط جدا الحيوانات الأليفة حسابي بينقصوا حلوانيات حيوانات أليفة لو تلاحظوا هذا الحيوان وهذا الحيوان بقدر اشتريهم والله الحيوان كتشفت يلا لس جو خلاص شباب صاروا معني اوكي كنت بدي اقول لكم انه هاي هي النقطة ضعف تبعي لكن الجواهر تصلح كل شيء يا صديقي بقدر اني اجيب كل الحيوانات اللي وجودها في لعبة Free Fire بكل سهولة لس جو رح اشتري كل الحيوانات مشان يصير عندي كل الحيوانات اوكي شباب الحين اشتريت كل هاي الحيوانات خلونا نشتري هذا الحيوان اللي انا اصلا ما بعرف الميزة تبعه كمان رح نشوف ونشتري حيوان البومة اللي انا اصلا جربته في سيرفر اخر بس ما عندي في حسابي الاصلي مشكلتي اني انا اجيب الحيوان اجربه في سيرفر اخر وما أجربه في السير فارتبعنا وما أحصل عليه بقي آخر حيوان معنا هو هذا الحيوان هذا أندر حيوان موجود في لعبة فري فاير أنه ما تقدر تشتريه أصلا ونزل مرة واحدة قبل أكثر من أربع سنوات تخيلوا قبل أربع سنوات نزل هذا الحيوان وما رجع نزل مرة أخرى لهيك رأحاول أني أطلبه من شركة فري فاير وأقول لهم أنه يرسلوا لي هذا الحيوان ورح نشوف إذا راح يرسلوا لي إياه ولا لا إذا أرسلوا لي إياه راح أفعله باللعبة ورح تشوفوني إلعب به كثير لأنه لونه أخضر يا حبيبي الصحراوي يحب اللون الأخضر طبعا يا سطير هاي هي كل الشخصيات وكل الحيوانات اللي عندي موجودة في حساب خلونا نروح الحين إلى الشي المهم وهو الملابس راح أفرجيكم الملابس بطريقة سريعة لأنه عددها كبير جدا 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 أوكي بعدين راح أفرجيكم الأسلحة الموجودة في حسابي والأسلحة المطورة وكل شي موجود في حساب الصحراوي وسطورة العالم يعني راح أعملكم استعراض سريع جدا وخفيف ضريف طبعا يا سطير لو تلاحظوا في السكنات الكاملة عندي كل الكريمينالات اللي نزلت في لعبة فري فاير أوكي هذا الشي بفرغ منه عندي الدينو هاد عندي السكين الوان باشمان راح أفرجيكم بس السكنات المهمة أوكي لأنه عندي عدد كبير جدا من السكين راح أفرجيكم بس الأشياء النادرة هذا السكين هذا الدب دوب هدول البروفيسوري يا شباب عندي هدول الدينو عندي الذئب هادا شباب سكنات الخصوصا الذئب الأحمر أوكي عندي النينجا الأزواد كلياتك بتعرفوه عندي سكين الملك سكين الفايرباس الرابع عندي كمان يا شباب الفضائي العروس هاي الأشياء عندي كل الناس عندي الدينو النمر طبعا يا سطير بدي أقولكم شي مهم كل اليوتيوبر الموجودين في شراكة فري فاير بيقدروا يطلبوا سكنات مجانية من الشركة وأنا من وقت ما دخلت إلى حد الآن إلى شاركت فري فاير طلبت سكين واحد وهو الفينوم الدهبي رعا فرجيكم يا هاد هذا السكين الوحيد اللي طلبته من شركة غارينا مع أني بقدر أني أطلب كثير سكنات بس أنا ما أهتم بموضوع السكنات لأنكم كليات كم تعرفوني أنا أصور الفيديو هات تبعي إما بالساكورا أو بالكريمينالات أو الكريمينال أخضر خاص نص لهيك أنا ما أحتاج كثير سكنات أو ما في داعي أني أجيب كثير سكنات ما أني بقدر أني أحصل عليهم بشكل مجاني وبكل سهولة طبعا يا سطير خلونا الحين نركز على الأشياء الثانية لو تلاحظوا هي هي السكنات الكاملة اللي عندي وما رأفرشيكم سكنات البنات لأنه أكيد سكنا الملك تبع الولد أكيد عندي سكنا الملكة وأنتو تعرفوا سكنا الدئب الأحمر عندي هذا يعني أنه الدئب الأحمر تبع الملكة تبع البنت عندي أوكي لهيك أنا سطير خلينا نروح للأشياء الثانية عندي 506 في الشعر تخيلوا العدد الأسطوري رأفرشيكم بس الأشياء الأسطورية جدا أوكي عندي سكنا الكوبرا شباب كل السكنات المطورة في لعبة فريفاير عندي في حسابي نقطة إرجع للسطر راح نروح للأشياء الثانية ورأفرشيكم بس الأشعر الأسطورية الشعرات الأسطورية ما راح فرجيكم أي شعر أوكي طبني يا شباب كل هذه الشعرات عندي في حسابي بس بصراحة أنتو قلوا لي شو هو الشعر الأسطوري بالتعليقات كلياتكم اكتبوا لي بالتعليقات شو هو الشي اللي تشوفوا أنه أسطوري جدا وموجود في حسابي اكتب لي بالتعليقات أي سكن أنت تشوفوا نادر في حسابي مستحيل أو صعب أنك تلقاه في كل الحسابات لأنه أنا بصراحة من كثرة الأشياء النادرة الموجودة في حسابي ما أقدر أني أفرق أنه مثلا أقول لكم أنه هذا الشيء نادر وأنا عندي في حسابي لأنه فريفاير تلخبطت في هاي الفترة في أشياء صارت نادرة وفي أشياء ما صارت نادرة فهمتوا كيف لهيك هاي هي كل الأشعر اللي عندي راح نتخطىها بشكل سريع أفرجيكم إياها بشكل سريع يا شباب مشان ما نضيع كثيري وقت وأفرجيكم الأشياء الأسطورية الثانية طبعا يا صطير اتوقع أنه لما تنزل تحت راح تلقى الأشياء الأسطورية جدا أوكي مثل هاتي السكنات هاي السكنات كلية أسطورية أتوقع تلقاها تحت دائمة الأشياء الأسطورية تلقاها تحت أوكي عندي الصلعة عندي هيك رأس المسامير عندي تبع وmentioned شعر تخيلوا 500 تغيير لسكن خلوني شباب من الرؤوس الروح للنظارات أو الأقنعة النظارات والأقنعة كلياتهم في فئة واحدة عندي تقريبا 400 غرض عندي رأس الجوكر عندي الصكورة الفيرباس الثالث عندي هات شباب هاي الكمامة اتحداكم أنه تلقوها عند أي يوتيوبر صعب أنك تلقاها عند أي يوتيوبر هاي الكمامة تقريبا أنا فيك تقول أنا من ثلاثة الوحيدين الموجودين في كل السيرفر اللي عندهم هاي الكمامة وهي الكمامة أكيد رح تنزل في الفترة القادمة لأنه شفت مطور قاعد يتكلم على هذا الموضوع أنه هاي الكمامة رح تنزل فيني أني أقول لكم هاي الكمامة عمرها أكثر من خمس سنوات أو ست سنوات لأنه هاي الكمامة نزلت في الفيرباس الثالث وما رجعت نزلت أبدا في لابة فريفار لهيك هاي الكمامة تعتبر من الأشياء القوية جدا الموجودة في حساب طبعا يا سطير رأى أفرجيكم الأشياء الثانية بشكل سريع بس بدي أقول لكم أنه هسابي فيه تقريبا معظم الأشياء النادرة يعني هذا الرأس تبع الهيرو ويك نادر لما تلقاه عند أي إنسان هذا الرأس نزل أكثر من أربع سنوات نزل في لعبة فريفار وإن شاء لهيك قاعد أفرجيكم أشياء أسطورية جدا هاي الكمامة تعرفوا فيرباس الفراعنة عندي هاي الرؤوس اللي نزلت قبل سنتين وما رجعت نزلت مرة أخرى كمان يا شباب رأى أفرجيكم أشياء ثانية يعني أنا لاحظت أنه بدأت تصير نادرة على الأقل مثل هاد الرؤوس بدأت تصير نادرة منشعت إلى لعبة فريفار عندي كل الجوكرات عندي كل الحاضينات يا شباب عندي هاد السكن تبع الجمجمة كلياتكم بتعرفوه لو تشوفوا هيك بشكل كامل راح تعرفوه يا شباب عندي يا شباب كمان السكنات الجديدة رأى أفرجيكم الكمامات النادرة اللي عندي عندي هاد السكن مثل السكن تبع جيكسو النوب كمان شو عندي يا شباب عندي النمر هدول كليات المتوفرين أصلا بالمتجر ما يعتبروا أشياء نادرة عندي سكن هايدرونز أو شتحية لك هايدرونز I love you عندي سكن البسكويت عندي هاد أنتو تعرفوا تبع يوتيوبر مشهور عندي كثير أغراض أسطورية يا شباب عندي الأقنعة عندي هاد القناع الزفت عندي كمان يا شباب هذا القناع عندي هذا القناع عندي كل الأشياء الأسطورية أوكي يا شباب عندي كمان هاي الكمامة اللي رجعت مرة واحدة بعد ما نزلت يعني نزلت مرتين بس في لعبة فري فاير طبعا يا سطير هون تخيلوا أماكن تبع سكنات الأعين عندي كثير أشياء أسطورية عندي تقريبا ثمانين فيك تقول يعني شي بيركب على الوجه بس تخيلوا في ناس ثمانين هاي مش موجودة أصلا بالشعر أوكي يا شباب أو مش موجودة بالوشاح أنا عندي بس في الأعين لهيك لو تلاحظوا أنه حسابي فيه تقريبا فيه ستين أو سبعين فيك تقول سبعين بالمئة من الأشياء اللي نزلت في لعبة فري فاير تخيلوا أنه عندي تقريبا ألف سكن في حسابي ألف سكن موجود في حسابي داخل لعبة فري فاير هذا الشي صعب أنك تلقاه في أي حساب عندي كل أنواع الجاكيطات عندي كل أنواع السكنات القديمة جديدة يا شباب رأفرجيكم مياها بشكل سريع لأنه لو أبقى للصبح برا أخلص أوكي طبعا يا أسطير لسكو رأفرجيكم كل شي بشكل سريع رأفرجيكم بس الأشياء الأسطورية لأنه هذا الشي راح ياخد وقت كبير هاي الحاضنة تبع الأرانب عندي كلياتها مين اللي يعرف هذا الفاير باس هذا الفاير باس طبع الهوكي قديم جدا الفاير باس طبع النمور الغني عن التعريف أنا عندي الفاير باس الأول والثالث والرابع والخامس بس لمعلوماتكم عندي حتى الفاير باس الثامن والتاسع والعاشر وحداش 11 حتى العشرين 30 عندي تقريبا كل الفاير باس على حسابي ينقصوا فاير باس صغيرة يعني مع حسابي خلاص فيه الفاير باس الأول والثالث والرابع وخلاص يعني ما في فاير باسات أخرى لا عندي يجبات كل الفاير باسات تقريبا اللي نزلت في لعبة فيرفان ان قمني بس 3 فاير باسات اتوقع او 4 فاير باسات تخيّلوا يعني كل الفاير باس اللي نزلت فيemente فريفاير ينقصني بس 3 او 4 ويصير حسابي متكامل بمعنى الكلمة تخيلوا حتى سكننات BTS جبت بنا مثلات سكننات أو شتى طبعاً يا سطير حسابي فيه كثير سكننات بدأت تصير نادرة في لعبة Free Fire ما فينا نقول أنه نادرة أو قديمة بس بدأت تصير نادرة وما رجعت نزلت مرة ثانية داخل اللعبة هذا الشيء كمان بيعطي أفضلية للحسابات أوكي لأنه فيه كثير حسابات يعني مثلاً هذا الفاير باس فيك تقول سكن نادر وما عند كثير ناس طبعاً يا سطير كمان فيه سكننات عادية نزلت مجاناً فيك تقول وكمان صارت نادرة جداً داخل لعبة Free Fire رأى أعطيكم مثال على سكن نزل يعني فيك تقول بشكل مجاني أو بشكل سهل أنك تحصل عليه لكن صار نادر داخل لعبة Free Fire رأى أفرجيكم مثلاً يا شباب جاكيت يعني مثلاً يا شباب لما أفرجيكم أنا هاي السكننات رح تعرفوا أنه صارت نادرة في لعبة Free Fire شوفوا سكن تبع عامل المنجم هاد نزل في الـ Gold Royale تخيلوا والحين يعني نادرة ما تلقى إنسان يلعب بهذا السكن أوكي بس يعني الحين صار هذا السكن نادر بمعنى الكلمة حرفياً عندي سكن تبع الطبيب عندي هذا السكن تبع الـ Gold Royale كمان اللي صار قديم بالرغم أنه سكن مضحك لكن صار قديم يا صديقي هذا لازم نعترف بهذا الشي عندي سكن الجزار عندي سكن البسكويت عندي سكن الجاز متكامل عندي هذا السكن كمال يا شباب عندي كثير سكننات قديمة حرفياً داخل لعبة Free Fire أوكي شوفوا يا شباب والله في سكننات يعني لو بمجرد ما تشوفها راح تشسب الحنين شوفوا هذا المكان شوفوا هذا المكان الأسطوري شوفوا السكنات الموجودة في هذا المكان الأسطوري يا شباب شوفوا تخيلوا الأسطير أنه هاي الجاكت تخيلوا من السيزن الثالث من الـ Ranked هذا الشي صعب أنك تلقاه في أي حساب مستحيل بصراحة اتحداكم اتحداكم تحدي أسطوري أي شخص عنده هاي الجاكت أوكي جاكت الحمراء مو جاكت شباب في جاكت لونها خرم ها هي أوكي مو هاي الجاكت قاعد أحكي على الجاكت الحمراء أي شخص عنده هاي الجاكت الحمراء أعرف أنه حسابه من أوائل الحسابات اللي نعملت داخل لعبة Free Fire حرفياً هاي الجاكت من أكثر الأشياء اللي خلتني أشتري هذا الحساب بمعنى الكلمة لأنه هاي الجاكت مستحيل تلقاها عند أي إنسان طبع يا سطير باقي الأشياء فيك تقول أنه أشياء عادية ومستحيل راح نختمها وإحنا قاعدين نشوف ما في إنسان عنده هاي الجاكت اللي قاعد أفرجيكم ياها شوفوا هاي الجاكت شكلها كيف اللي بعلوباتكم معها سروال يا أسطورة أوكي كمان يا شباب في سكينات ثانية شوفوا هاي شاكت شاكت شفتوا هاي الجاكت من قبل أنا متأكد أنكم ما شفتوها من قبل داخل لعبة Free Fire طبعا يا سطير بالنسبة للسراويل عندي 665 سروال تخيلوا يا شباب كل السراويل شوفوا هات السروال النادر أوكي أول ما تعمل حساب راح يعطولك ياه حساب النوب بس الحين ما صاروا يعطوك هات السروال صاروا يعطوك السروال لونه اه اتوقع بني الحين يا شباب راح أفرجيكم طريقة سريعة للسراويل اللي عندي في حسابي عندي سروال الجاس سروالات البرازيلية كلياتها عندي تقريبا كل السراويل النادرة الموجودة داخل لعبة Free Fire مثل ما انتم شايفيني شباب اوكي راح نغير الجاكيت حتى يبينوا معنى السراويل بشكل اسطوري ايوه هيك مثل ما انتم شايفيني اسطير هاي هي السراويل الاسطورية اللي عندي في حسابي راح أفرجيكم كلياتها بشكل سريع اوكي يلا يلا سراويل 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 اي سروال يلفت انتباهي راح أفرجيكم يا سراويل البرازيلية الابيض مثل ما خبرتكم عندي كل السراويل البرازيلية شوفوا هذا السراويل الاسطوري كمان يا شباب عندي كثير سراويل القديمة والجديدة هاي هي السراويل الجديدة اللي قاعدين تشوفوها امامكم في الشاشة الحين راح أفرجيكم السراويل القديمة اللي نزلت في لعبة Free Fire مثلا هذا السراويل صعب انك تلقاه عند اي انسان اوكي شوفوا السراويل عادي خفيف ضريف لكن صعب انك تلقاه عند اي انسان حرفية كمان يا أسطير عندي هاي السراويل الأسطورية اللي انتو شايفينه أمامكم كلياتها سراويل نادرة داخل لعبة فري فاير بمعنى الكلمة طبا يا أسطير كمان هذا السراويل نادر جدا مع أنه شكله غبي بس يعتبر سكين نادر داخل اللعبة طب يا أسطير فيكم تقولوا أنه هاي هي كل السراويل المهمة الموجودة عندي في حسابي في هذا المكان تخيلوا بس الأحذية عندي فوق 600 حذاء مستحيل شوفوا أنا شو مسوي نجمة مسوي نجمة على هذا السكين تبع النعل ومسوي نجمة على داء البرازيلي والحذاء تبع جاستن بيبر بصراحة يعجبني شكله أسطوري جدا باقي الأحذية تقريبا ما استعملها أبدا داخل لعبة فري فاير أوكي مو تقريبا ما قاعد استعملها نادرا ما استعمل حذاء من هدول الأحذية عندي أحذية نادرة يا شباب رح أفرجيكم مياها بشكل سريع في حذاء صعب أنك تلقاه عند أي إنسان أوكي الحذاء هذا نزل في أواخر 2018 لكن كان نادر جدا وصعب أنه يجيبه أي شخص هو الحذاء الوحيد ليلفت انتباهي أنا بصراحة وأحس أنه حذاء نادر هو هذا الحذاء هذا الحذاء اسمه حذاء رياضي أزرق هذا الحذاء صعب أنك تلقاه عند أي إنسان صعب جدا أنك تلقاه عند أي إنسان أصلا لو تلاحظوا أنه هاي الأحذية ما معها سكنات أحذية لوحدها فقط نزلت في لعبة فريفاير في أحذية تلقى معها سكنات في أحذية ما تلقى معها سكنات أبدا طب أني أستطير بما أنه الفيديو رح يجي طويل جدا لهيك رح أبدأ أختصر كل شي الرقصات رح أفرجيكم بس الرقصات النادرة الرقصات عندي 149 رقصة عادية هون يعني شباب عندي تقريبا 150 رقصة موجودة في حسابي رح أفرجيكم الرقصات النادرة عندي رقصة الضغط النادرة جدا مرحبا 70 رقصة موجودة في لعبة فريفاير عندي رقصة الكف يا شباب رأى أفرجيكم بها بشكل سريع هوينها هوينها عندي رقصة الكف اشتريتها من البويا باس المتجر اللي سيسبوه جديد تبع البويا باس هاي هي عندي رقصة الكف في حسابي عندي كثير رقصات يا شباب كل الفيرباسات اللي حصلت عليها حصلت على الرقصات تبعهم لأهيك حسابي فيه تقريبا كل الرقصات النادرة الموجودة داخل لعبة فريفاير طبعا يا سطير هاي الأشياء جديدة اللي نزلت في لعبة فريفار ما في داعي أني مفرجيكم إياها الحقائب عندي حقائب نادرة عندي حقيبة الساكورا عندي مثلا حقيبة إيش حقيبة إيش رأى فرجيكم بس الأشياء النادرة أوكي شوفوا الحقائب النادرة اللي عندي تبع الفايرباسات النادرة عندي هاي الحقيبة كمان نادرة جدا يا شباب عندي حقيبة الفايرباس السابع بالرغم أنه ما عندي سكن الفايرباس السابع عندي هاي الحقيبة جبتها من الفايرباس مو من متجر البويا عندي ميظلات نديرة مفيدة نحتاج بصراحة عندي ميظلات الفيرباسات هذا هو المهم الميظلات النادرة شبابة الساكورة además لديぉب الساكورة لديique Loot box قال مثل هاي اللوت بوكس كليات منادرين خصوصا تبع الفاير باسات نادرة جدا اوكي شوفوا هاي اوكي كلية تنادرة بمعنى الكريم احيان افرجيكم الزلاجة النادرة هاي ما جبتها من متجر البويا عندي اصلا في حسابي من قبل عندي كمان الزلاجة تبع السيف تبع الفاير باسات افرجيكم ياها هي هاي تبع الفاير باس الثالث كمان اسطورية جدا طبعا يا سطير هاي هي السكنات تبع السيارات احسا اشياء غبية ما في داعي اني افرجيكم ياها عندي 349 صورة عندي كمان تقريبا 500 بانر بس استعمل بس تبع الشراكة من الاخر شباب عندي كثير مخططات حاضنة انا مجمعهم داخل حسابي اللي هم امامكم في الشاشة عندي ثلاثة وثلاثة عندي 12 مخطط حاضنة متنوعة كمان يا سطير عندي كثير توكي نادرين مجمعهم في حسابي بس للحين رأى افرجيكم اندر شي موجود في لعبة فري فاير الى حد الان واللعبة مشالاته الى حد الان صعب جدا في الوقت الحالي انك تلقى حساب موجود فيه النجوم تبع فري فاير بس الاساطير والناس القديمة في لعبة فري فاير راح تعرف شو يعني نجوم فري فاير هاي النجوم قديما بتحصل عليها بشكل بجاني وتغيرها بالكريمينال الاخضر اللي الحين يعني نزل كثير وما صار عنده قيمة قديما كانت هاي النجوم عندها قيمة كبيرة و الى حد الان عندها قيمة كبيرة اذا لقيت اي حساب فيه هاي النجوم اعرف انه حساب عمره كبير جدا 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 بمعنى الكلمة طبعا يا سطير عندي هون كثير سنة ديقة عندي هون اشياء غبية عندي اكثر من سنة اكس بي مئة بالمئة هذا الشي لازم اني احكي لكم عليه طبعا يا سطير الحين راح انروح الى موضوع الاسلحة بشكل سريع الاسلحة العادية هاي هي الاسلحة الي عندي الاعداد اللي عندي راح افرشيكم اياها بشكل سريع مشان ماييجي الفيديو طويل جدا اوكي هي اعداد الاسلحة الموجودة في حسابك راح افرشيكم كمان اعداد تبع الثلجات Portal الموجودة بحسابي عندي اثنى عشر قبضة او بي شοιπόν والله كلها الاحين اكتشفت عنو انو عندي اثنى عشر قبضة وعندي 61 ثلجة متنوعة في لعبة فريفاير وهون كمان عندي شباب شو الشي النادر هون ايضونتنا وانتو تعرف الاشياء النادر يا شباب انا من كثرة ما عشت في لعبة فريفاير مصرت افرق بين الشي النادر وشي الغير نادر بس في اشياء تبقى نادرة رغما عن انفل جميع طبا يا ساطير الحين رأى افرجيكم الاسلحة المطورة بدون اي نقاش وبدون كثرة حديث عندي كل الاسلحة المطورة اللي نزلت في لعبة فريفاير وكلياتها level max بدون نقاش وبدون حديث طبا يا ساطير هذا هو حسابي المتواضع صراحة انت كم تقيم حسابي من عشرة كلياتكم اكتبوا لي بالتعليقات شو هي الاشياء اللي بجد تحسوا انه نادرة شدا وموجودة في حسابي واكتبوا لي كلياتكم بالتعليقات تقييمكم حسابي في سنة 2024 من عشرة طبا يا ساطير ان شاء الله تكون سنة مباركة على الجميع وهي الفكرة رح نسويها كل ما يدخل عام جديد يعني في سنة 2025 رح افرجيكم حسابي كيف رح يصير شكله في سنة 2025 اذا عجبتكم الفكرة الاسطورية جدا حطوا لايك للمقطع بدي هذا الفيديو ضروري جدا 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 انه يوصل لأربعين الف لايك باسرع وقت موم مشان اعرف انكم حبيتوا هاي سلسلة واسوي لكم حلقات اكثر واكثر المهم يا اساطي لا تنسوا انكم تدعموني بلايك كنا معكم الصحراوي اسطورة العالم نشوفكم بالمقطع القادم انا راحت اشتركوا في القناة